عبقاري يعني أي عمل أنت بتشوف عليه اسم الموسيقار الكبير عمار الشريعي بتعرف أن فيه عمل مميز وعمل مختلف طبعاً من مناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي لما تقرى تاريخه ومشواره الفني والموسيقى كمان هتلاقوا أنه حالة كده من الإبداع ما بتكررش كتير قدر من يحط بصمته المختلفة في عالم الموسيقى وليه تأثير كبير جداً مش بس في مصر تخطى طبعاً تأثيره الوطن العربي كون يا شخص الكلام كتير جداً ومحطات كتير جداً هتكلم عنها في حياة الموسيقار الكبير عمار الشريعي في يوم ميلاده ومعظفنا نورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر الأستاذ محمد دياب الكاتب الصحفي والباحث الفني صباح الخير يا حضرتك صباح الخير يا فني صباح الخير محمد صباح نور عمار الشريعي فيه جيل عيش وتربى وارتبطت الأعمال الدرامية مش بس بالكتاب والمخرجين لأ بموسيقى عمار الشريعي وممكن المجموعة اللي احنا قلناها عمار الشريعي سيد حجاب محمد الحلو أو علي الحجار فيه كده أعمال كتير جداً لو أننا عدها بجد مش هيسعنا الوقت يعني عايز أعرف من حضرتك سر عبقرية عمار الشريعي لما بتسمع مزيكة وهي مختلفة بس تبقى عارف إن دي عمار الشريعي سر عبقرية عمار الشريعي في نظري أنه هو كفنان موسيقي قدر يستوعب ويفهم ويختازل كل الموسيقى العربية اللي أنتجت قبله ويقدم بقى شخصيته يعني هو يعني من أول عبد الرحيم المسلوب وعبد الحمولي ومحمد واسمان هو يعني شغوف بالموسيقى العربية ويمتابع كل نتاجها وفاهم إيه اللي حصل في تاريخها فهو استوعب كل ده وقدم بقى تجربته الخاصة اللي هي مش من منعزلة أو منفصلة عن ما قبله يعني وطبعا شرقيته يعني أحنا لما نشوف أنه هو مثلا لما قرر يعمل فرقة شبابية سنة 80 فرقة الأصدقاء كان وقتها في فرق موسيقية كتير ظهرت زي الفرقم والجيتس والمصريين بس كانوا بندات غربي أكتر هو عمل فرقة شرقي يعني عمل فرقة بتقدم هموم الشباب والمراهقين وبتقدم أغاني قريبة إلى المولولوجي الفكاهي ولكن في إطار شرقي يعني مثلا أغنية المضاط يوم بعد يوم مثلا أغنية الحدود وإحنا فيتين على الحدود مين يصدق أنه الشباب يغنوا بالطريقة الشرقية الجميلة دي يعني وفي نفس الوقت اللي هي قريبة لو روح الشباب صحيح عايزين نتكلم معاك عن نشأته الفنية مين اللي ساهم في صناعة عمار الشريعي؟ الحقيقة هتكلم عن نشأته الفنية بس حبيت أصوب حاجة جات في التقرير هو شائع على الإنترنت أنه هو قد 150 لحن الحقيقة بساة عمار الشريع يعني بلحن سيطة 74 من أول أغنية مسكه الخشب لحد مثلا مسلسل شيخ العرب همام 2010 على الأقل 500 لحن أقدمه أستاذ عمار الشريعي أغنية فردية أو أغاني مسلسلات أو لآخره لكن 150 لحن شكرا طبعا على توضيح وتصفحنا على الإشادية الواحدة 22 لحن فإزاي بقى كل النتاجه في الألحان 150 لحن مش منطقي يعني نعم نشأته هو طبعا يعني من في سامنلوت نشأ ولد في سامنلوت ومن عيلة يعني نقدر نقول برجوازية يعني يعني اتعلم دخل مدرسة اللي هي عفوان مدرسة المركز النموذجي للمكفوفين ودي مدرسة كانت يعني مهمة جدا لأنها متخصصة في الأناية بالمكفوفين وكانت بتدرب الناشئ انه يعني شوفوا مين عايز يطلع مثلا يعني حرة فيه يعني حاجات حرفية مين اللي عايز يطلع مثلا موسيقي مين اللي عايز يطلع ايه فينموا الموهبة دي عنده فهو درس فيها وتعلم فيها المزيكة تعلم فيها المزيكة تعلم البيانو وبعدين تعلم العود هو فطبعا هو البيانو دي الالة الأساسية في الموسيقى الغربية والعود الشرقية فهو قدر يعني يفهم يتزوق الاتنين الموسيقى دي الموسيقى دي بعد كده هو حب الاكورديون وتعلم الاكورديون ودخل جامعة عين شمس تخرج في كلية الأدابة عين شمس تخرج سالسابعين تدى يروح معهد الموسيقى العربية فرامسيس يقدم نفسه كعازف أورج لو فيه فرقة عايزة تستعين به وفعلا بدأوا سنة 71 عبد الحملي ويرسمعوا في المعهد أخدوا أقدموا للإزاع وعتمد كعازف أورج في الإزاع سنة 71 وقتها دخل فرقة الموسيقى صلاح حرام الفرقة الزهبية كعازف أكرديون وبعدين نقل من الأكرديون للأورج الأول قبل ما ينقل كان بيعزف الاتنين سوا يعني ليه حفلات موجودة على اليوتيوب قديمة في السبعينات حطت الأورج معلاء فرقبته والأكرديون آسف وأدامه الأورج يجي صوله أورج يعزفه يجي صوله الكرديون يعزفه دي كانت مرهقة قوي بالنسبة له وبعدين نقل هو تحول العصف الأورج واستقرع الأورج من سنة نقدره 72 وأول أغنية سجلها أورج كانت العين السود مع بليخ حمدي واردة جزائرية أول غنوة ترجع بها ستين وسبعين التسجيل للستوديو بتاع الأغنية الأستاذ عماري شريعي اللي بيازف فيها بعدين في الحفلات كان الأستاذ هانيمهنة مع الفرق المسيح عزف كمان يعني طيب يا صبري طيب عزف السولو الأورج بتاعها عبد المنان مدبولي كمال الطويل فيلم موليد يادونيا عزف السولو الأورج بانو بانو سعاد حصني وكمال الطويل سنة 74 أمنت المطربة مها صبري بموهبته لأنه كان بيازف وراها في فرقة صالح الرام وقدم لها لحن امسكوا الخشب يا حبايب حقق نجاح كبير جدا لكن للأسف ما فيش مطربين أو مطربات تانين طلبوه في التلحين لحد ما تفتحت له طاقت القدر سنة 78 واقتنعت بموهبته النجمة الكبيرة المطربة العظيمة شادية ولحلها أقوى من الزمن وكانت عمل عظيم الحيام وصفة دمراني هي كانت مستوحاة من قصيدة للشعر الفرنسي لامارتين وطني أيها الطفل الصغير ودي نفس القصيدة تعملت فيروز عملتها في قهوة عن مفرق الاخير راح بني استلهاموا كلماتها برضه عمل شادية بعد كده أغاني فيلم الشك يا حبيبي نعمل إيه ونسوي إيه وأكتر من أغنية وعمل لها أغاني لمسلسل الأطفال للإزاعة بلغ عدد وأغاني فيلم لا تسألني من أنا لحد ما كان بلغ عدد الألحان الشادية 22 لحم طبعا إن كنت لها ونليك ليه كل مرة أغاني كتير يعني الحقيقة عظيمة يعني طبعا وبعدين عمل الأصدقاء سنة 80 بقى الأصدقاء بقى نعم أمر الشريعي لما نتكلم على ألحانه هو كان موجود في وقت لسه الجمهور مبين الموسيقى اللي متعودين عليها كلاستيكية جدا أو الموسيقى اللي كان وقتها الجيل ده متعود عليها وعايش بقى مع نجوم كبار جدا ومبين الجيل الشباب بقى شوية اللي بيميل للحداثة والموسيقى اللي رتمها أسرع شوية مع كل ده هو قدر يمسك الاتنين يعني حتى وإحنا بنسمع التترات لو نكلم بقى على أرابسك بقى رقفة الهجان زيزينيا وحديث الصباح والمساء يمكن دي حاجات شوية مش قديمة قوي لكن تيمت التتر نفسه يعني تقيل وبعد كده فرقة الأصدقاء مع مونا عبدالغاني حنان على عبدالخالق لا دي حاج دي دواء خالص وقدر ينافس بالمناسبة في الوقت ده وقدر يدخل يعني لشباب كتير قوي في الوقت ده وكانت وقتها كان تحدي صعب نعم نعم ازاي قدر يعمل ده بقى بروحه هو يعني بفكره هو الموسيقي يعني زي ما أنا قلت قبل كده هو تشبع بكل النتاج الموسيقي التعليقات اللي كانت موجودة على عمار الشريعي في الوسط الفني في هذا التوقيت فكرة أنه موسيقاري يقدر يتنقل بيك من عالم لعالم تاني مختلف تماما خاصة التحدي الموسيقي لا بيبقى فيه تحدي يعني بيقى إحنا عندنا شوية موانع أن احنا نتقبل نوع موسيقى جديد وخاصة في الوقت دي ممكن دلوقتي فيه انفتاح شوية عن زمان كانت التعليقات كانت رؤية لعمار الشريعي كانت ايه لا هو في الفترة اللي ظهر فيها الأستاذ عمار كانت توفت السيدة أمو كلسو متوفى فريد الأطرش توفى عبد الحليم حافظ تحديدا سبعة وسبعين بعد وفات عبد الحليم حافظ ظهرت كل الفرق الموسيقية الحديثة اللي احنا ذكرناها من شوية مش كلها عايشة فبقى فيه انفتاح على شكل موسيقي حتى مثلا نجاة الصغيرة غنت لهاني شنودة أنا بعشق البحر وبحلم معاك يعني فايزة أحمد غنت على وش الأمر توزيعها حتى المطربين الكبار ابتدوا يدخلوا يسهموا ظهر محمد مونير ظهر علي الحجار طبعا كموجود من سنة سبعة وسبعين وعلي الحجار ليه طبعا تجربة خصوصية جدا مع عمار الشريعي نقدر نقول عمار الشريعي يعني لمع اسمه قوي يعني توهج أتبارا من مسلسل الأيام في بداية التمانينات قصة الدكتور طاح حسين مع علي الحجار وسيد حجاب الحقيقة يعني وبعدين وقبليه كان فيه بابا عبدو طبعا أبناء العزاء شكرا عايزة أقول يعني ممكن فيه حاجة ناس مش واخدة بالهم هو اللي اكتشف فردوس عبد حميد كمطربة يعني يقدمها كمطربة ببابا عبدو غنت أغنيتين غنت أغنيتين في بابا عبدو عمل لها لنت الأبضة على فاطمة الأغاني عمل لها عصفور النار يعني فهو كان مقتنع بيها بصوتها يعني وهي كان بتقدي بشكل جيد جدا الحقيقة يعني وطبعا ما نقدرش يعني نغفل تجربته الكبيرة العظيمة مع الفنانة المطربة كبيرة وردة في أغنيت قبل النهاردة دي أغنيتها ساعة تقريبا أغنية طرب طويلة وكان بيتحدى بيها الأول مرة يقدم الأغنية المطولة بالشكل ده والحقيقة حقققت نجاح كبير وكان كاتبها الشعر عبد الرحمن الأبنودي مهر الزكتو الإعلامية نهال كمال دي كانت مهرها بعد جين كتب لها يعني طبعا أحباب برضو عبد الرحمن الأبنودي وعمار الشريعي وموشح يليلي طول فكان لي تجربة جيدة جدا مع وردة جزائرية وكمان كان لي تحرك مهم جدا في دعم زاو الهمم من فاقدي أه طبعا أكيد في محاولته للتواصل مع المؤسسات الغربية لعمل نوتا باللغة برايل أو بطريقة برايل عشان يساعد كمان الموهوبين من المكفوفين أكيد أكيد طبعا هو يعني حاسس بده وإحنا يعني يمكن إحنا بنقول بنطالب برضو علشان ترجع حصة الموسيقى ثاني في المدرسة يريد يعني ترجع حصة الموسيقى في كل مدرسة مصر علشان يعني الناس تتزوق الموسيقى صح ويقدروا نطلع نتاج موسيقي مشرف باسم مصر وباسم تاريخها الموسيقي العظيم يعني القرس بتاعنا طبعا طيب أستاذ محمد إيه الحاجة أو إيه القصة أو إيه المعلومة اللي مش ناس كتير تعرفة عن موسيقار كبيرة عن موار الشريعي يعني أعماله معروفة كلها بس إيه للناس بما تعرفوش عنه طبعا من ناحية إيه سعدي يمكن تحكي لنا موقف للموسيقى الروح لعمار الشريعي لو تحكي لنا قصة عن عمل معين كواليس عمل معين الحقيقة هو حكى مرة أنه هو بيدين بالفضل في مسألة دخوله عالم موسيقى التصويري للأفلام للمخرج محمد فاضل أنه محمد فاضل هو اللي اقتنع به وطلبه يعمله موسيقى حب في الزنزانة هو اللي طلبه يعمل هذا فقاله إزاي أنا أحط موسيقى تصويري للفيلم وأنا مش شايفه فقاله تعالى أوه نعد هشغلك الفيلم على المافيولة وتسمع الصوت بتاع الفيلم وأنا أشرحك المشهد وتعبيرات وش الممثلين بتقول إيه وأنت تحط التصور الموسيقية فهو الحقيقة يعني عشان كده هو بيحب أهو محمد فاضل ودايما معاه في الدراما تيلوفيزيونية بتاعته يعني دايما تلاقيه مع محمد فاضل يعني أول طبعا أبناء العزاء شكرا يعني كان فيه صناعية تانية جماعته بعملنا سيد حجاب هل دا كان السبب في نجاح تترات المسلسلات؟ أكيد طبعا أكيد أنا عايز أقولك أنه وحكى مرة الأستاذ عمار الشريعي أنه كانوا بيعملوا مسلسل أيام وكان الأستاذ سيد حجاب مسافر وما كتبش النصوص وهو قال للشركة المنتجة اللي هيكتب الأغاني سيد حجاب والدهالي وأنا بلحنها وكانوا مفروض عايزين يستلموها في أقرب وقت وما كانتش كتبت ولا تلحنت فلما رجع الأستاذ سيد حجاب يعني بيحكوا كانوا اتنين في اللقاء تلفزيوني مع بعض فالأستاذ عمار الشريعي كان عنده ألم في ظهره فبقى ينام على ظهره على الأرض يمسك العود واللي يكتبه الأستاذ سيد حجاب يقوله له وهو يلحنه يعني فورا يعني وأنجزه العمل في أيام يعني الألحان العظيمة دي اللي نسمعناها اتكتبت بشكل مش على عجل يعني نقدر نقول على عجل بس برضو بإتقان يعني ملحن سيد زجبار طبعا زيم طبعا والشعر الكبير سيد حجاب فعملوها في وقت قصير جدا وسلموها في وقت مناسب والحقيقة عيشها لحد النهاردة يعني طبعا زيها هي الحقيقة قامات كبيرة قامات فنية كبيرة جدا و احنا نتكلم على أسامي أسامي كبيرة جدا قدرت أنها تثري الفن المصري بأعمال لحد النهاردة عيشها يعني سنين كتير جدا أجيال كتير جدا عدت عليها لحد النهاردة عيشها وسطنا ولحد النهاردة بنتعجب إزاي ده قدر يحصل لن نكلم تحديدا على قيمة زي قيمة الأستاذ العبقاري عمر الشريعي تحدى الأعاقة تحدى الظرف اللي هو محدود فيه قدر أنه يساعد كمان ذوي الهمم يعني حالة فنية وإنسانية فريدة لن تعود لكن دائما مرور مصر ولدها لكن هيفضل هو بالنسبة لنا زي ما قلت ريفرنس أو يعني نموذج طول الوقت نرجع نبص عليه ونفتكر أن احنا عندنا قيمة زي دي عيشة معانا بفنها لحد النهاردة نشكرا جزيلا شكرا طبعا أستاذ محمد ديم عايزة أقول حاجة برضو جميلة يعني مراد ابن الموسيقاري عمر الشريعي ظهر قريب وقال أنه في تسجيلات لسه ما خرجتش من نور عمر الشريعي يعني أغاني تسجلت وما تزعرتش موجودة في الستوديو بتاعه بيحتفظ بيها فده خبر جميل ممكن قريب نسمع الحن لأول مرة نسمعها لعمر الشريعي نحن يعني بنستأذنه أنه هو يخرج التسجيلات دي نشكرك طبعا شكرا جزيلا نورتنا في استوديو سبع الخير يا مصر شكرا